بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدات والسيدة الحضور شرف لي أن أقف أمامكم اليوم لكي أستعرض جهود الدولة التي قامت بها على مدار التسع سنوات الماضية في تنمية سيناء والتي تقوم بها حالياً وستقوم بها في الفترة القادمة إن شاء الله واسمحوا لي سيد الرئيس في هذا الشأن أن أنا أبدأ حديثي بأن هذه الجهود الكبيرة جداً التي قامت بها الدولة تعتبر بمثابة عبور جديد لسيناء فإذا كان العبور الأول هو كان بعد حرب المجيدة حرب 73 بغرض تحرير الأرض فإن العبور الجديد التي تقوم بها الدولة من اليوم هو بغرض التنمية الشاملة ويمكن اسمحوا لي في هذه المرحلة أن أنا أستعرض مع حضراتكم العرض الخاص بالتنمية الحياة سيناء بالنسبة للمصريين دائماً هي انتبعنا أنها في قلب كل مصري هو مكانها كبيرة جداً وعزيزة وهي مفتاح موقع مصر العبقري في قلب العالم بقراته وحضراته وهي البقعة الوحيدة على الكرة الأرضية التي تجلى فيها ربنا بوجهه الكريم سبحانه وتعالى في المنطقة المقدسة طبعاً الطور ولكن يمكن أن هذا انتباعنا على مصر أو انتباع كل المصريين عن سيناء طب إيه هو انتباع العالم عن سيناء بمعنى ما هي صورة سيناء النهاردة قدام العالم والحقيقة يمكن الموضوع ده في السلايد اللي بعده الحقيقة إحنا فاندم استعنا بالحقيقة أحدث برامج الزكاء الاصطناعي هذا البرنامج النهاردة هو ثورة بحق في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزكاء الاصطناعي البرنامج ده اسمه الحقيقة تشات جي بي تي وده يمكن بيبقى روبوت محادثة بمعنى أن حضرتك بتتواصل من خلال الكمبيوتر وبتسأل مجموعة أسئلة عن أي موضوع البرنامج ده الحقيقة مخزن داتا بيس كاملة وبناء على هذه الداتا بيبدأ يجاوب لك على كل الأسئلة بوضوح شديد الحقيقة احنا طرحنا عليه خمس أسئلة عن سيناء وكان الحقيقة الرد في خلال اللي بعد كده الحقيقة احنا طلبنا منه في الخمس أسئلة أنه يرد بكلمة واحدة في كل سؤال كان السؤال الأول هل يوجد مكان مثيل لسيناء على وجه الكرة الأرضية جاوب قال لا طيب ما هي تجربة السائح في سيناء الحقيقة قال كلمة تأخذ الأنفاس الموضوع الآخر طيب الطبيعة اللي موجودة هناك الحقيقة يمكن كانت الكلمة أنها طبيعة ساحرة لكن لما جئنا نوصف له ونقول له طب صف سيناء نفسها بكلمة واحدة قال كلمة صحراء والحقيقة يمكن يا فاندم الكلمة دي يعني الحقيقة كلنا ركزنا فيها واكتشفنا يمكن الإجابة عن هذه الكلمة أن دائما سيناء على مر التاريخ من عهد الفرعنة إلى المستقبل الحديث كان مفيش خطط تنموية متكاملة موضوع السيناء والكلام ده ليه؟ لأن ببساطة شديدة كان بينظر إلى سيناء دائماً كهي المنطقة التي تعتبر سياج منيع لحماية مصر من أي غزو من ناحية الشرق ده على مدار التاريخ وبالتالي دائماً في العقيدة المصرية المتورثة من آلاف السنين أنها دي تبقى ساحة محتملة لإيقاف أي غزو وبالتالي هي مطروكة كمنطقة فضية وبكر من غير ما يكون هناك رؤية حقيقية لتنميتها أو أنها تعتبر كجزء لا يتجذأ من مصر أنا يعني بتكلم على فترة معينة كان ده التفكير ولكن طبعاً يعني دي كان التحدي هو ده اللي مع مرور الوقت وعلى مدار التاريخ كان بيؤكد ليه أن ما كانش فيه رؤية تنموية كبيرة لسيناء والحقيقة هذا الكلام كله اختلف بعد حرب 73 عندما يعني تم الحمد لله تحرير الأرض ومعركة الحرب والسلام وابتدينا استعدنا أرض الفيروس وبدأت الدولة لأول مرة بتفكر كيفية ربط سيناء بالكامل واعتبرها جزء متكامل لا يتجذأ مع مصر وبالتالي كان يمكن أهم المشروعات اللي الدولة المصرية حولت على مدار التلاتين سنة اللي فاتت إنها تعملها كانت مرتكزة الحقيقة في مشروعين كبار مشروع الأولاني هو منطقة طبعا ميناء شرق بورسعيد أو شرق التفريعة والمنطقة الصناعية المصاحبة ليه وأيضا مشروع الاستصلاح الزراعي اللي قائم على ترعة الشيخ جابر أو ترعة السلام لمنطقة بير العبد والزراعة هناك ولكن الحقيقة الدولة بعد ما قامت بيهم بجزء من أعمال التنمية اللي في البداية ولكن الحقيقة لم يستكمل المشروعات دي للعديد من الأسباب والمعوقات وبالتالي يمكن فضل من التسعينات لغاية الفين واربعتاشر هذه المشروعات متعثرة ومتحققش الهدف اللي كان مرجو بيها وبالتالي يمكن كان أهم وده يمكن استقصاء إحنا كنا يعني شفناه مع أهالي سيناء والاستقصاء ده كان معمول في الفين وعشر ومده كان من خلال مركز المعلومات وده احد من اتخاذ القرار في مجلس الوزراء في هذا الوقت وكان بيسأل أهالي سيناء طب إيه هي أبرز المشكلات اللي انتوا من وجهة نظركوا شايفينها زي بحركم شايفين 63% كانوا بيقولوا مشكلة المية 50% النقل والارتباط مع مصر 25% تعليم الكهرباء الصحة يعني كانت القضايا الرئيسية لتخص حياة المواطن هي مشكلة بالنسبة للمواطن السناوي ولكن بالإضافة للوضع ده طبعا مع صورة 25 يناير والأوضاع اللي وجهتها مصر الاستثنائية والظروف الصعبة جدا اللي كانت موجودة فيه تحديات إضافية أضيفة على هذه المشاكل اللي كانت قائمة بالفعل طبعا أهم تحدي هو كان إن سيناء للأسف بقت ساحة لعمليات إرهابية وكان كل فترة بنسمع عن عملية إرهابية ماء أو تفجير لخطوط الغاز اللي كانت مشة وبتربط سيناء بمصر ولكن أيضا طبعا كلنا نتذكر الحادثة الأليمة اللي كانت قمة الأعمال الإرهابية في مسجد الروضة في نوفمبر 2017 مع هذه الحوادث الإرهابية كان هناك بعض الحوادث اللي للأسف أثرت بالسلب على السياحة كان سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015 يمكن هنا كانت البداية والتحدي الكبير للدولة إن إحنا نواجه هذه التحديات الضخمة اللي بتواجه سيناء وهنا يمكن اسمح لي فخامة الرئيس إن أنا يعني أذكر كل الحاضرين بكلمة حضرتك اللي قلتها في 2014 اللي قلت إن يعني إن المخطط كان إن سيناء تبقى كتلة إرهاب وتطرف وإن محدش بعد كده يقدر يتخلص من هذه البقعة مع إنها تتحول إلى مركز الإرهاب وحضرتك أكت لكل المصريين إن المعركة مش هتوعد إسبوع ولا تنين ولا شهر ولا حتى سنة الموضوع حيبقى مستمر ولكن في نفس الوقت حرك أكت إن لن يستطيع أحد أن يكسر إرادة المصريين ولن يستطيع أحد أن يفصل سيناء عن مصر وقلب الدولة المصرية وعشان كده الدولة المصرية في هذه المرحلة كان لديها خيارين الخيار الأسهل إن إحنا نركز فقط على حرب الإرهاب ونعبق كل جهود الدولة للقضاء على الإرهاب وبعد ما نخلصه نبدأ نفكر في عملية التنمية ولكن كان قرار السياسي من سياسة الرئيس إن إحنا نمشي بالتوازي وناخد الخيار الأصعب والأعقد إن بالتوازي مع القضاء على الإرهاب تبدأ عملية التنمية وتنمية حقيقية لم تشهدها سيناء في تاريخها وعشان كده يمكن يعني حضرتك كان الجواب السؤال الخامس اللي سألنا البرنامج بتاع الزكاء الصناعي لما سألنا طب أوصف لنا جهود الدولة اللي تمت على مدار التمن سنين في سيناء رد عليها بكلمة واحدة باللغة الإنجليزية عشان نترجمها باللغة العربية كلمة يعني إنها التنمية متسعة ومركزة وشاملة في كل الربوع المنطقة ويمكن هو عبر عن عمر صور لشكل التنمية اللي بتحصل في سيناء وربطها زي ما حالكم شايفين شبكات الطرق وإزاي إنها بتتربط البنية الأساسية اللي مطلوبة ومشروعات تنموية بتتعامل النهاردة جوه سيناء والحياة دول ببساطة شديدة فعلا بيعكسوا الرؤية والمحاور اللي اشتغلت عليها الدولة المصرية عشان تغير شكل الحياة مع سيناء وتصبح سيناء جزء لا يتجزأ بالكامل من وجه مصر كانت التنمية العمرانية المتكملة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية وجذب استثمارات عشان نخلق فرص عمل ومقاومات للتنمية المستقبلية لكل أهالي مصر واسمحوا لي ستعرض مع حضراتكم هذه المشروعات بالتفصيل ولكن هنا رقم مهم جدا لازم نتوقف عنه ان احنا يمكن لما حصرنا حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفذها في شبه جزيرة سيناء لوحدها وهنا انا مش رابط مع اللي بيتم في اقليم قناة السويس ومع منطقة المنطقة الاقتصادية انا باتكلم فقط على شبه جزيرة سيناء بنتكلم على ستمية وعشة مليار جنيه مصري فعلا انفقت وبتنفق النهاردة على التنمية المتكملة لسيناء لو اتكلمنا على التنمية العمرانية وهنا يمكن كان اهم شيء ودي كان يعني الرؤية الثقبة اللي نبدأ بيها هو ازاي الربط الكامل ما بين غرب قناة سويس والشرق قناة سويس او اقليم سيناء وده كان من خلال رؤية متكملة للربط بمجموعة من المحاور اللي هي بنعتبرها شرائلين التنمية اللي تربط من اقصى شرق مصر الى اقصى غربها مرورا بمجموعة من الانفاق والكباري اللي بقت بمثابة فعلا هي دي روابط لعملية التنمية احنا بنيجي نتكلم على الربط فقط الربط البري بنجد ان احنا عندنا خمس انفاق تحت قناة سويس اضيفت للنفق الوحيد اللي كان موجود اللي هو نفق الشهيد احمد حمدي في السويس احنا النهاردة اصبح لدينا ستة انفاق اللي تصل او تتجاوز 3000 كيلو متر من الطرق الحقيقة الانفاق ودي كانت ملحمة يعني بكل المقاييس واعجاز هندسي قامت بالدولة المصرية ان يتم تنفيذ هذه الانفاق كلها في زمن قياسي لان يمني واتذكر كلمة فخامة الرئيس لما جبنا الشركات العالمية عشان تبدأ في البداية تضع الرؤية لتنفيذ هذه الانفاق كانت بتتكلم انها هتنفس هذه الانفاق تباعا يعني بعد ما تخلص نفاق يعني هالخمسة هتاخدهم وربعة وبالتالي كنا ممكن ان احنا يعني ننتظر لخمسلاشر سنة على الاقل علشان هذه الانفاق تبقى موجودة على الارض ولكن كان القرار المهم ان الدولة المصرية اللي تنفزه بسواعد ابنائها ويتم هذا بالتوازي عشان كده الحمد لله النهاردة احنا اصبح لدينا بالاضافة للنفق القديم نفق الشهيد احمد حمدي بقى عندنا خمس انفاق بتكلفة وصلت لخمسة وثلاثين مليار جنيه النهاردة لو بنحسبها بالنهاردة انا بقولها لحضراتكم الرقم ده هيبقى اربع اضعاف هذا الرقم لو احنا بنهاردة عايزين ننفذ هذه الانفاق انما الحقيقة بقت قدرة هذه الانفاق انها بتربط الحركة بصورة كبيرة جدا على مدار الاربع وعشرين ساعة بنتكلم ان بقت الحركة لا تتجاوز الخمسة لعشرين دقيقة من والى سيناء سواء من الشرق الى الغرب ولكن الاهم زي ما كنت بقول لحضراتكم انها بقت مش فقط انفاق ولكن بقت شبك الطرق اللي حضراتكم شايفينها منقطة بالأحمر دي بقيت بتربط اقصى غرب الجمهورية من اول مطروح والسلوم بقى عندنا القدرة ان احنا نصل الى كل انحاء سيناء وبالعكس من خلال هذه المجموعة من الانفاق ويمكن دي صورة انا حابب ان انا هستعين بصور جوجل عشان نوري كل المصريين وحضراتكم كيف كان الشكل في الفين واربعتاشر وانحنا النهاردة بقى شكل ده ودي كلها صور جوجل اللي حضراتكم كلنا عارفين ده كان مكان انفاق تحيا مصر اللي في الاسماعيلية دي كانت الصورة في الفين واربعتاشر النهاردة هذه هي الصورة تنمية كاملة بقت موجودة في هذه المنطقة وبنعمل مش فقط هو النفق ولكن بتبدأ خدمات لوجستية وخدمات مختلفة تبقى موجودة حول هذه المنطقة طبعا يعني كل مجموعة من الانفاق زي ما حضراتكم شايفينها معمولة على اعلى مستوى من الحرفية للعمل الهندسي والامان وشبكات الامان والحماية كلها بقت موجودة انفاق تلاتة يوليا بمحافظة بورسعيد والنفق التاني للشهيد احمد حمدي اللي هو كان اخر النفق شرفنا بافتتاحه في خمط الرئيس ولكن جنبا الى جنب مع ذلك ما اكتفيناش بالانفاق ولكن وجدنا ان احنا عايزين المسافات البينية بين الانفاق ان احنا نعمل مجموعة من الكبار العائمة وانشئت سبع كبار بتكلفة حوالي مليار جنيه عشان تبقى برضو اماكن يعني وسيطة ما بين الانفاق وكلها طبعا سميت باسماء شهداء الابرار اللي ضحوا بحياتهم وهم بيخودوا عملية القضاء على الارهاب في سيناء ودي كلها الصور اللي بتوري مدى اهمية هذه الكبار في اعمال الربط والتنمية اللي حابب ان انا اتوقف عنده فخامة الرئيس مقارنة ما بين حجم الطرق اللي كان موجود في سيناء قبل 2014 اللي الدولة المصرية احنا قبل 2014 كان كل شبكة الطرق 674 كيلو النهاردة احنا في فترة من 2014 اللي 22 احنا بنتكلم على 3000 كيلو يعني اكتر من خمس اضعاف في فترة زمانية اقل من النصف للمدة اللي كانت قبل كده ولكن مش فقط الكام ولكن كمان الكيف لان احنا بنتكلم هنا على شبكة من الطرق الطرق اللي كانت موجودة قبل كده كانت لا تتعدى حرطين الى ثلاثة للاتجاهية ولكن النهاردة احنا بنتكلم على شبكة الطرق على اعلى مستوى عالمي النهاردة طبعا نصيب متوزعت 3067 كيلو تحديدا بشمال سيناء وجنوب سيناء ومنطقة شرق التفريعة وده هنا انا مش بتكلم كمان على الطرق الداخلية اللي موجودة في بعض المناطق انا نتكلم على محاور تكفي عملية التنمية الخمسين سنة قدام مش فقط لاستيعاب الاوضاع المطلوبة النهاردة زي ما حاركم شايفين على اعلى مستوى اتجاهين كل اتجاه على الاقل بيبقى ثلاث حارات بالاضافة الى حارة خدمة وبالتالي حجم من التنمية اللي موجودة النهاردة طريق النفق راس النقب 231 كيلو فاصلين عشان نضمن سرعة وكفاءة وامان حركة على هذه الشبكة ايضا بالاضافة الى ذلك كان هناك التفكير في ربط سيناء مع العالم وان مش فقط الربط مع مصر وده الحقيقة كان من خلال الزواج الممر الملاحي القناة السويس المواني البحرية والجفة اللي تم تنميتها وايضا المطارات اللي بتشهد طفرة هائلة في سيناء ويمكن هنا الصورة المهمة البليغة جدا على قناة السويس الجديدة الفرق ما بين 2014 لـ 2023 والموضوع ده اثير ونوقش وتقال هل كان هناك ضرورة لهذا المشروع اعتقد يعني الاجابة ببساطة شديدة ان احنا نشوف النهاردة المقارنة ما بين ارادات قناة السويس في 2015 واقدر اقول لحضر راكم في 16 مع اللي بقت وصلت من خمسة مليار الى تمانية مليار وان شاء الله السنة دي احنا متوقعين ان حيبق فيه طفرة اخرى في اعمالية الارادات لكن الاهم وده لازم اللي احنا ناخد بالنا من احنا من خلال هذا المشروع الاستراتيجي اللي كان وجه به فخامة الرئيس انه ينفس في سنة واحدة اهم شيء ان احنا اكدنا مكانة قناة سويس كممر ملاحي دولي غير قابل للمنافسة وده كانت نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها واعتقد فريق اسامة ربيع يعني هذا الكلام كانت يعني زمن التراكي اللي هو بيحصل في الرحلات كان بيبقى ايام عشان القول اللي بيتحرك من الشمال للجنوب ويستنى اللي جاي من الجنوب للشمال النهارده بقينا بنتكلم في اقل من عشر ساعات دي فرق كبير جدا في حركة وحجم الحويات اللي بقت تتنقل في هذه القناة اللي مكننا النهارده انها تبقى فعلا بحق احد اهم شرايين التنمية على مستوى العالم المطارات احنا بتعمل يعني الحقيقة غير المطارات الجديدة اللي بتتعمل زي مطار البردويل الدولي ولكن كل مطارات الحقيقة سيناء بتعمل لها تنمية كاملة من خلال الصور اللي حراكم شايفينها ده مطار البردويل الدولي اللي بالكامل عشان يخدم شمال سيناء ولكن ايضا طبعا مطار شرم الشيخ اللي حصل ليه طفرة هائلة مع التزامن مع صدافة الكوب 27 والمطارات الطابة والطور كل دي مطارات تم تطويرها واخر مطار اللي بيتم تطويره وينتهي ان شاء الله هذا العام مطار سانت كاترين عشان يخدم عملية التنمية الصحية الضخمة اللي بتتعامل النهاردة لمنطقة سانت كاترين وده هيبقى صورة المطار ان شاء الله بنهاية هذا العام هنكون ان شاء الله جاهزين لافتتاح لكن ايضا المواني البحرية والجفة عندنا خمس مواني بحرية والجفة تم تمفزها وتطويرها ميناء شرق برسعيد البحري العريش النهاردة بيتحول الى ميناء على اعلى مستوى الانطار شرق البري ميناء نوابع البحري وميناء طابة البري بتكلفة تجاوزة الاربعة واربعين مليار جنين الصورة دي يا فندم ميناء شرق برسعيد في الفين واربع عشر انما النهاردة انا بتكلم هنا على الجزء الفقط الشرقي دي كانت الصورة في الفين واربعتاشر النهاردة حجم التنمية اللي قدام حضراتكم في اتنين وعشرين دي الصورة او تلاتة وعشرين النهاردة بتوري قد ايه التنمية الكبيرة مع الاستثمارات اللي ضختها الدولة مش فقط في زيادة ساعة الميناء ولكن في البناطق الاخرى التنموية وتأهيل المنطقة الصنعية خلف الميناء عشان تبقى اطار متكامل لعملية تنمية الجزء الشمالي من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وده شكل طبعا حجم بقية حاويات والتجارة اللي بقيت موجودة في هذا الميناء الكبير النهاردة مع كل هذه المواني ميناء نوابع البحري النهاردة تم تنمية وتطوير وبتكلفة 350 مليون جنيه عندنا ميناء العريش اللي وجه فخمت الرئيس بتحويله فعلا ايضا لميناء من المواني المحورية على مستوى البحر المتوسط وميناء يبقى دولة ان شاء الله وبيتعامل فقط بيتحول بين ميناء بسيط للصيادين الى ميناء متكامل بتكلفة النهاردة تتجاوز الاربع مليار جنيه المواني البرية ده شكل الميناء طابة البر بعد تطويره وكل دي الحقيقة مشروعات كلها بهدف ربط سيناء سواء بمصر او بالعالم زي ما قلت لحضراتكم في مجال البنية التحتية الحقيقة اللي اتعامل في سيناء وبحق هو انشاء كامل لبنية تحتية متطورة وده كله بغرض استعاب الزيادة السكانية الكبيرة اللي بتواجه مصر وايضا استعاب الاستثمارات اللي احنا تم تنفذهم الحقيقة بتكلفة تجاوزة الخمستاشر مليار جنيه خلت تغطية مياه الشرب في سيناء من اربعة وتمانين في المية في الفين واربعتاشر الى تمانية وتسعين في المية وهنا بنتكلم على شبكات مستقرة موجودة طبعا الاتنين في المية هي فقط التجمعات البدوية اللي بتبقى يعني منعزلة ودي بيبقالها اسلوب اخر في تغطية المية بخلاف الشبكات ولكن الحقيقة سيناء بتتميز بانها فيها اكبر عدد من محطات التحلية اللي نفذتها الدولة من حيث العدد ومن حيث الحجم لان حنشوف يمكن كميات هائلة اتناشر محط التحلية سواء جديدة او توسعات بطاقة يعني وصلت الى اكتر من نص مليون متر مكعب في اليوم لهذه المنطقة دي صور مقارنة دي منطقة محطة تحلية راس صدر في 2014 الارض كانت صحرة النهاردة الحمد لله المحطة موجودة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه محطة تحلية ميه البحر بالعريش ودي مهمة جدا المرحلة الاولى انتهت بمئة الف ومخطط انها تصل لتلتمئة الف النهاردة بقيت المحطة موجودة على الارض في هذه الفترة بالصور اللي حضراتكم شايفينها الحياة محطات اخرى مختلفة منطقة الشيخ زويد لها المحطة بتاعتها منطقة الدهب مدينة طابة كل المناطق ولكن طبعا في اطار تنمية منطقة شرق برسعيد اتعملت اكبر محطة حاليا طبعا لما هتخلص العريش بتصل لتلتمية الف هتتجاوزها ولكن النهاردة في شرق برسعيد عندنا محطة بمية وخمسين الف متر مكعب في اليوم مع ايضا محطة بحيرة البردويل عشان تخدم التجمعات اللي هناك ايضا في مجال الصرف الصحي 25 مشروع تم تنفذهم بتكلفة تتجاوز الاربعة مليار جنيه عشان نقفز الصرف الصحي اللي قامت بيها الدولة سواء في العريش في الطور في رفح الجديدة في مجال الكهرباء الحقيقة فاندم احنا اضفنا ربعمية وعشرين ميجاواط للقدرات الكهرباء الموجودة ولكن الاهم تم تطوير كل الشبكات والمحاولات الموجودة بحيث بقينا بنتأكد وعندنا اطمئنان لاستقرار تماما الشبكة والطيار الكهربائي اللي هو احد اهم مقاومات التنمية لاي مشروعات تنموية في سيناء ده شكل لمحطة الكهرباء اللي كانت موجودة او كانت بدايتها في 2014 طبعا مع انشاء المحطة بتبدأ عملية التنمية حواليها اللي مختلفة انا بوري بس حضراتكم قد اي من خلال الصور بتبقى بتعبر عن حجم التنمية لعملته الدولة المصرية في سيناء وبعد كده الصور كلها اللي بنوريها للمحاولات اللي موجودة طبعا مجمع محطة محاولات بحر البقر اللي موجودة عشان تخدم المشروع العملاق اللي حنتكلم عليه بعد كده محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ايضا موجودة في سيناء كل الخدمات اللي اتعملت والمشروع بتاع كهرباء شرم الشيخ بورسعيد لوحده ب290 مليون دولار محطة الاسماعيلية الجديدة وكل المشروعات الاخرى اللي الدولة المصرية بتنفذها النهاردة على هذا المطاق ولكن ايضا في مجال البترول والاكتشافات عن الغاز حقول الغاز استثمارات تصل الى ما يقرب من 18 مليار جنيه الدولة بتنفذها النهاردة علشان زيادة الطاقة في حقول الغاز في شمال سيناء المحور اللي يلي التجمعات التنموية واي تنمية بتحصل حقيقية لازم تبقى مربوطة بان احنا ننشئ مستقرات للأهالي اللي موجودة في سيناء وايضا للزيادة السكانية اللي مطلوبة ودي الحقيقة خريطة التجمعات اللي احنا النهاردة الدولة المصرية شغالة عليها واسمحوا لي بس حستعرض عدد منها سريعا الحقيقة الدولة انشأت 17 تجمع تنموي ودول تجمع تنموي متكامل لأهالي سيناء بحيث بيخدم الطبيعة الثقافية لأهالي نفسينا انه يبقى التجمع متكامل في السكن والعمل والزراعة والاستصلاح وفي كل الخدمات ولكن ايضا في سبيل يعني التحضر ويعني زيادة نسبة التحضر في سيناء طبعا كان اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في مشروعات الاسكان وانشاء المدن الجديدة والحقيقة يمكن لقطات برضو يعني انا حابب اجيبها من مواقع المدن بتاعتنا والشكل مدينة رفح الجديدة ده الموقع اللي كان موجود في 2014 النهاردة ده الجزء المرحلة الاولى فقط من مدينة رفح الجديدة اللي جاري تحت انشاء بقية المراحل بتاعتها ده موقع فندم اسماعالية الجديدة واسمحوا هنا الفين واربعتاشر كان ده فقط القناة مع البحيرات والمنطقة ده كانت منطقة سبخات ومستنقعات وكانت هناك بعض الزراعات العشوائية النهاردة مع ازدواج القناة اتعاملت مدينة الاسماعالية الجديدة بالكامل وفي هناك توسعات اخرى للرقع الزراعية احنا بنتكلم على تنمية حقيقية بتحصل على الارض فعلا لكي تكون بحق سيناء نموذج من عملية التنمية اللي بتحصل في كل ربوع مصر ده كان موقع فندم حجر الاساس للمدينة النهاردة مع التنمية الكبيرة اللي حصرت ده جزء فقط من احد الاحياء اللي موجودة في مدينة الاسماعالية الجديدة عشان نعرف كلنا حجم والجهد اللي اتعمل عشان تكلفة السبعتاشر تجمع تنموي كانت حوالي ستة مليار جنيه وزي ما قلت لحضركم بتتنفذ بكل الخدمات اللي مطلوبة قرى السيادين ده نموذج للقرى اللي احنا بنعمل تطوير بدل القرى اللي كانت عبارة عن انا اسف اقول عشش ومناطق غير صالحة للسكنة بالطريقة اللي احنا لائقة اللي احنا نتمنها الاهلينة بتعمل لهم سكن لائق بالكامل ده واحد من النماذج دي تكلف الدولة نصف مليار جنيه عشان تعمل هذه النماذج ولكن طبعا ده شكل الاسكان اللي بتنفذ الدولة سواء الاسكان سكن كل المصريين في مدينة العريش او في طور سيناء بنفس الطابع والشكل والمستوى العالي اللي منطقة رسدر منطقة شرق ويمكن في اطار ايضا تطوير المناطق العشوائية كان هناك المنطقة في جنوب سيناء منطقة الروايسات المعروفة واللي بنعمل بها فعلا السكن بديل متكامل وبننشئ مدينة متكاملة لأهلين هناك هتكون بحق منطقة مختلفة ونقلة نوعية لأهلين هناك الاربع مدن الجديدة بتكلفة وصلت إلى 18 مليار جنيه تقدر أنها تستوعب في هذه مراحلها الأولى 1.5 مليون نسمة هذه ممكن الأربع مدن التي بدأنا بالفعل والمخطط التي سنبدأ فيها في المرحلة القادمة مدينة بير العبد الجديدة ولكن لكي نرى نمازج للثور الموجودة مدينة الإسماعيلية الجديدة طبعا جوهرة بقيت موجودة النهاردة في شرق القناة وعلى أعلى مستوى نفذتها الهيئة الهندسية لقوات المسلحة يعني النهاردة فيها أكتر من 33 ألف وحدة بكل الخدمات التي على أعلى مستوى بقت موجودة النهاردة مدينة سلام في شرق برسعيد والمرحلة الأولى التي الحمد لله برضو شغالة على أعلى مستوى هذا جزء من الإسكان التي موجود فيها بمحطات التحلية والمحاولات الكهرباء مدينة رفح الجديدة وطبعا هذه المرحلة الأولى التي كان لديه شرف بتفقدها كمرحلة في الجزء الأولاني التي حوالي أكتر من 1500 وحدة سكنية جديدة بقت موجودة على مستوى الخدمات الرئيسية الحقيقة كان هناك اهتمام كما نعمله في كل مناطق الجمهورية بالإنسان وكيفية تنمية الإنسان المصري في جزيرة سيناء ويمكن هنا بالنسبة للخدمات التعليمية الحقيقة كان على مستوى المدارس أو التعليم قبل الجامعي كان تمت إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي بحيث أنها بقت النهاردة بتخدم أكتر من 168 ألف طالب وبقت متوسطات الفصول الحمد لله النهاردة في سيناء لا تتجاوز 29 طالب في الفصل ولكن مش فقط هو مجرد المدارس العادية ولكن من أول لحظة كان هناك اهتمام إننا ندخل المدارس المتقدمة والتي تقدم خدمة تعليمية مميزة وبالذات زي نموذج المدارس المصرية اليابانية اللي باقت موجودة في كل مدن سيناء النهاردة سواء حضركم شوفتوا في الطور الإسماعيلية الجديدة العريش شرم الشيخ وأيضا مدارس اللغات في مدينة العريش وأيضا المدارس التعليم الفني والمدارس الحرفية وكل دي النهاردة مدارس بتقدم مستوى تعليم بكل المستويات لأهالي سيناء الحقيقة التفرة الكبيرة هي تمت في التعليم الجامعي قبل 2014 كان الموجود في مصر هو جامعة جامعتين فقط جامعة سيناء الخاصة وكان هناك فرع جامعة خانات السويس اللي هو فرع العريش النهاردة احنا اضفنا للاتنين دول 8 جامعات عبارة عن 3 جامعات حكومية وتكنولوجية وخمس جامعات اهلية اللي قدام حضراتكم الحقيقة كل منشأة من دول هي مركز تنموي لوحده وبقر التنمية مش فقط على مستوى الجامعة ولكن هي بتخلق نطاق تنموي حواليها وزاي ما حنشوف حضراتكم السور النهاردة دي كان يعني موقع في هذه الفترة البسيطة الجامعة بتنشأ ولكن ايضا التنمية على طول بتحصل حواليها وبالتالي بيبقى هذه هي نقاط الجذب للتنمية الحقيقية اللي ممكن بتتعامل في اي مكان دي مدينة التور الموقع زي ما حرقكم شايفينه ده موقع منطقة صحراء جرداء النهاردة الحمد لله ده الشكل العام للمجمع اللي موجود للجامعة في مدينة التور ولكن الاهم المستوى اللي معمول به هذه الجامعات اعلى مستوى نطمح انهو ندي لأولادنا وزي ما حرقكم شايفين النهاردة معمولة على اعلى مستوى من الطراز العالمي جامعة الاسماعيل الاهلية الموقع كان الخالي بالكامل في 2014 النهاردة نفس الموقع بعد ما عملنا لزوم وانشئت الجامعة الدراسي الحالي وبتكلفة 3 و 6 من عشرة جامعة الاهلية بمدينة سلام او شرق برسعيد برضو فتحت هذا العام الدراسي وبدأت تتلقى ابنائنا مدرسة الجامعة التكنولوجية تطوير جامعة العريش احنا قلنا كانت مجرد فرع من جامعة قناة السويس النهاردة بقت جامعة مستقلة اسماها جامعة العريش وبتعمل فيها تطوير بكل الكليات اللي بقيت موجودة بتكلفة تجاوزة المليار ايضا بقى هناك يعني افرع في كل مدن سينة النهاردة فيه جاري انشاء لفرع لابورديس النهاردة للتنمية في مجال الرعاية الصحية الحقيقة كان خمسين مستشفى ومركز صحي الدولة المصرية قامت بانشاءه وتطويره في هذه الفترة الوجيزة بتكلفة تجاوزة الاربع مليار جنيه الحقيقة اتناشر مستشفى بالكامل بالاضافة الى تمانية وتلاتين مركز ووحدة طبية ده صور الحمد لله يعني على اعلى مستوى النهاردة بقت موجودة هذه المستشفيات بتطويرها يعني ارقى ما وصل اليه العلم في هذه المستشفيات في علم بناء وايضا لمستشفى سانت كاترين تم والحقيقة تم تطوير طبعا مستشفى شرم الشيخ الدولي واصبحت اول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية يعني ده طبعا تزامنا مع استضافة الكوب 27 بقت فعلا هذه المستشفى هي اول مستشفى خضراء وبتطبق كل معايير العمارة الخضراء مستشفى ابورديس المركزي الوحدات الصحية اللي الدولة المصرية الحمد لله بتقوم بتطويرها الخدمات الاجتماعية والثقافية اللي موجودة سواء خدمات التموين ومنافذ اللي بتتاح فيها السلع المخابز البلدية المطاحن القصور الثقافة اللي بقت موجودة في كل مكان المدن الشبابية ومراكز الشباب اللي الدولة الحقيقة اهتمت بصورة كبيرة جدا بتطويرها دي الصلة الرياضية المغطاة في مدينة العريش اللي بقت موجودة المراكز الشبابية في كل مكان على كل بقعة من أراضي سيناء بقت موجودة الحقيقة اخر يعني محور كان مهم جدا والدولة المصرية عشان نحقق تنمية حقيقية ونستفيد من إمكانيات سيناء كان التنمية الاقتصادية واللي يمكن ركزنا فيها على ثلاث محاول رئيسية الزراعة والسطاح الأراضي التنمية الصناعية والتنمية السياحية الحقيقة سيناء عندنا فيها دائما القدرة على أن هناك عديد من المساحات القبلة للزراعة وعندنا مساحات كبيرة نقدر أن نستزرعها ولكن كان التحدي هو توفير المياه لإمكانية زراعة هذه الأراضي الحقيقة الرؤية النهاردة للدولة زي ما سنعرضها أن نضيف للرقعة الزراعية في سيناء 450 ألف فدان الدولة أنشأت خمس مناطق صناعية جديدة بالإضافة للتنمية السياحية التي سنستعرضها الحقيقة في المجال للإستصلاح الزراعي بحق ما اتعمل في سيناء هو معجز بكل المقاييس لدينا مشروعين من أكبر وأعقد المشروعات التي تم تنفذهم على مستوى العالم والموجودين على أرض سيناء المحطة وكل هدفهم إضافة وضخ المياه لإستصلاح وزيادة الرقعة الزراعية في سيناء نحن كان كل الموجود قبل 2014 224 ألف فدان النهاردة نتكلم أننا مع التنفيذ الذي يحدث على الأرض سنتجاوز 675 ألف فدان نضيف 450 ألف فدان للأرض أهم مشروع وده من أهم المشروعات حتى اللي أخدت يعني طبعا حتى تذكروا وضعت في موسوعة جينيس ريكورد هو محطة معالجة بحر البقر اللي النهاردة نحن فعلا مشروع عبقري بيدخ حوالي 6 مليون متر مكعب من المياه إلى سيناء عشان هم دول اللي يخدموا عملية زراعة الـ 400 ألف فدان الجديدة ده شكل طبعا المحطة النهاردة بعد ما تم تنفذها في زمن قياسي هو الواحد أيضا معجزة فنية بحيث ان احنا النهاردة بقينا شايفين حجم التنمية الكبيرة اللي بيحصل الخطوط النهاردة اللي بتتعامل لربط المحطة بالمناطق اللي احنا بنستهدفينها بالاستصلاح ده جزء من الأعمال اللي بتقوم بيها برضو الهاية الهندسية عشان نصل إلى مئات الكيلومترات للمناطق اللي هتبقى صالحة للزراعة في خلال الفترة القادمة ان شاء الله بالإضافة لده كان فيه مشروع طبعا مياه مصرف المحسمة اللي ابتقط مليون متر مكعب برضو لوحده واللي اتعمل وتنفذ عشان نستزر عليه خمسين ألف فدان وحضركم برضو تتذكروا هذا المشروع العملاق شديد التعقيد اللي نجحنا كدولة ان احنا ننفذه بالإضافة اللي ان احنا النهاردة بنستكمل البنية الأساسية بالكامل لمأخذ مياه الرأي بترعة الشيخ جابر عشان نستكمل استصلاح التسعين ألف فدان اللي موجودين في مناطق ربعة وبير العب اللي كانوا مخططين من التسعينات من القرن الماضي ولكن النهاردة الدولة فعلا بتقدر انها تنفذه كنمية السروة السماكية المشروع وبحق ايضا احد المشروعات العملاقة مزارع الفيروز السماكية الفين واربعتاشر دي الصورة النهاردة الصورة طبعا ابلغ بالتعبير من غير اي كلام بقين النهاردة هذه المزارع اللي موجودة بطاقة يعني انتاجية كبيرة جدا لتحقق جزء من الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية بالاضافة ايضا للمزارع السماكية اللي قامت بها هيئة قناة السويس في شرق القناة اللي برضو بتكلفها 650 الف 650 مليون جنيه ده حاجز الامواج بالمزارع السماكية لشرق برسعيد عمل في منطقة وطربة كلنا عارفينها منطقة سهل الطينة من اصعب المناطق اللي ممكن نشتغل فيها ولكن النهاردة بيتعامل معها تطوير لمينة السد البحري ده جزء من اللي بيحصل سواء في تور سيناء في العريش والمشروع العملاق اللي وجه به فخامة الرئيس للعادة الاستفادة من بحيرة البردويل وتكريك وزيادة يعني سريان المياه جوه البحيرة علشان ترجع تاني بأجبر حجم من الانتاجية اللي هي كانت قبل كده فيما سبق بتبقى أعلى جودة من الأسماك وان شاء الله النهاردة هتبقى ترجع تاني كما كانت بالظبط في هذا الوقت ولكن مش فقط كانت عملية التكريك ولكن كان تطوير حتى المناطق والتجمعات اللي حواليها زي ما قلت حضراتكم كان فيه تجمعات عشوائية للصيادين النهاردة طبعا يعني عشان نشوف بس حجم الإزالات اللي كنا بنشيل الحاجات العشوائية وبنبني مكانها حاجات حضرية ولكن أيضا كان هناك عوائق مدفونة ومردومة جوه البحيرة اتشالت بالكامل علشان نقدر ان احنا نشتغل ولكن معاها بيتعامل منظومة متكاملة التنمية الصناعية الحقيقة خمس مناطق صناعية على تلاتة وتمانين الف فدان بير العبد المنطقة الحرفية بالمسعيد بوسط سيناء بأبو زنيمة بالانطرة شرق ده بخلاف المشروعات الكبيرة اللي بتتعمل في منطقة شرق بورسعيد ومصانع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية زي مصانع الرخام اللي في جفجافة وطبعا غير مشروعات المصانع الأسمنت اللي كنت موجودة أو يعني تم تطويرها وزيادة كفائتها ده شكل المنطقة الصناعية اللي كانت موجودة في شرق بورسعيد مع كثافة التنمية ابتدت يبقى حجم المصانع اللي موجودة قد إيه صور طبعا ده المخطط الخاص بالمنطقة بتاعة شرق بورسعيد أو الجزء الشمالي من المنطقة الاقتصادية القناة السويس النهاردة مع حجم التنمية اللي بقيت موجودة النهاردة بكل ما تعنيه زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الأسمنت عشان تبقى للضعف تقريبا سبعة مليون طن النهاردة بيخدم المجمع العملاق للرخام في الجف كافة بوسط سيناء بتكلفة تقريبا مليار جنيه ويمكن بقى يعني أحد أهم روافد النهاردة توفير هذه الخامة المهمة وبيعمل يعني قيمة مضافة كبيرة جدا للخامات اللي كانت موجودة في سيناء وبقيت النهاردة نحن قادرين على تصدرها للخارج في كل حتة الحياة طبعا أحد أهم المشروعات اللي كانت دائما مخططة والدولة النهاردة حطاها كأولوية إن شاء الله في التنمية منطقة وادي التكنولوجيا اللي هي بتعتبر عشان تخدم على مدينة الإسماعيلية جديدة وتبقى هي دي مكان العمل الحياة أيضا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كان لها نصيب كبير الحياة وفرت لنا حوالي 90 ألف فرصة عمل مباشرة وضخت الدولة أكتر من 2 مليار جنيه في هذه المشروعات لكن في مجل استثمار الدولة كانت حريصة على توفير البنية الأساسية زيها زي كل حتة في مصر من خلال إنشاء مكاتب المستثمرين المختلفة في كل حتة أخيرا وليس أخيرا التنمية السياحية واسمحوا لي هنا يمكن المشروعات اللي الدولة المصرية عملتها ده شكل يمكن كان أحد أهم من مشروعات اللي سياة الرئيس وجه بإنهاءها بسرعة وتشغيلها وكان من أحد المشروعات المتعسرة مدحف شرم الشيخ دي كانت صورته في 2014 النهاردة بعد ما تفتح واشتغل والمنطقة التنمية اللي حصلت حواليه بالشكل اللي حضركم شايفينه وبقى الواحده النهاردة بقرة لجذب السياح في مدينة شرم الشيخ إنما طبعا التنمية اللي حصلت في شرم الشيخ لوحدها في وقت مؤتمر المناخ الحمد لله جعل مدينة شرم الشيخ النهاردة تعود مرة أخرى كوجهة أولى للسياحة العالمية في كل حتة ولكن الموضوع مش فقط قاصر على شرم الشيخ نحن بنتكلم على التورسي يناء الكورنيش اللي بيحصل هناك وشكل التنمية اللي بتتعامل في الدولة والمشروع المهم جدا مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين المشروع ده يمكن طبعا حضراتكم كلنا نعي عبقرية هذا الموقع الموقع الوحيد اللي على وجه الكرة الأرضية اللي تجلى ربنا سبحانه وتعالى فيه واللهو القدسية لكل الديانات اللي موجودة النهاردة بيتعامل تنمية كاملة سياحية ويمكن ده مخطط بيتعامل ده سورة المخطط النهاردة على الأرض ده اللي تنفذ قدام حضراتكم وان شاء الله قبل نهاية هذا العام حتكون اكتمل هذه المشروعات احنا بنستهدف ان شاء الله النصف السين منتصف هذا العام تكون اكتملت كل مشروعات التنمية الخاصة بسنت كاترين عشان فعلا نبرز مدى قدسية وأهمية هذه البقعة الطهرة من الأرض لكل الديانات وان كل الناس تبقى موجودة كموطئ للحضرات كلها حضراتكم شايفين ما بين المخطط وما نفذ على الأرض الفنادق اللي موجودة النهاردة اللي بنعملنها على أعلى مستوى البعد البيئي اللي بيراعى في هذه المشروعات كلها الحقيقة فندم احنا في نهاية العرض احنا عملنا استقصاء في بداية هذا الشهر لأهالي سيناء ونالهم يعني بناءا على الدولة عملته انتوا شايفين مدى الرضا على جودة الخدمات زي ما حضراتكم شايفين الحمد لله ارتفعت نسبة رضا أهالينا في سيناء عن العديد من الخدمات زي ما حضراتكم شايفين احنا طبعا شغل ده كل ده فقط جزء من عملية التنمية اللي مازالت الدولة بتخطوها في هذه المرحلة الحقيقة الرؤية المستقبلية بتعتمد على بالاضافة الى كل المشروعات اللي احنا شغالين عليها ولكن هناك النهاردة اللي وجه به فخامة الرئيس ان احنا نركز على حاجات اساسية النهاردة ان احنا كمان نعظم الاستفادة منها موضوع المواد التعدينية المهمة جدا اللي موجودة في سيناء اللي طبعا تعظيم موضوع الاستصلاح الزراعي ولكن ايضا وده المهم ان احنا ندخل على المراكز والمدن القائمة ويتعامل تطوير شامل لهذه المدن ندخل على المدن القائمة زي العريش وبر العبد والشيخ زويد ويتعامل تطوير كامل لهذه المدن في شمال سيناء بحيث تبقى بتضارع كل المدن وعواصم المحافظات اللي موجودة عندنا في باقي الجمهورية النهاردة واحد من اهم المشروعات اللي الدولة المصرية ايضا بتستهدفها هو تنمية المنطقة بنطلق عليها 109 الف فدان كمنطقة هتبقى فيها امكانيات استصلاح زراعي ويتعامل فيها مراكز لوجستية كبيرة عشان تخدم المنطقة الخاصة بشرق سيناء بإذن الله في خلال للفترة القادمة واخيرا وليس اخيرا طبعا كنز الرمال السوداء اللي موجودة والمقومات اللي موجودة النهاردة في هذه المنطقة اللي بتخلينا ان احنا عندنا احتياطيات مؤكدة يعني تقترب من مليار تن في هذه المنطقة منهم لوحدها 13 مليون تن من أنفس المعادن اللي موجودة على مستوى العالم والنهاردة الحقيقة الدولة بتشتغل على الاستخلاص هذه المعادن الثمينة جدا وتبقى قيمة مضافة لهذا الموضوع انا حابب ان انا انهي كلماتي النهاردة ان الحمد لله الدولة المصرية بالجهد اللي بتعمل واللي لسه هيتعمل ان شاء الله اضعافه في خلال الفترة الجاية هنكون بحق يعني ربطنا ارض الفيروس بمصر بسورة ابادية ان شاء الله وتبقى يعني الحمد لله يبقى فيها كل اعمال التنمية اللي لا تقل بل تزيد عن باقي ربوع الجمهورية انا بشكر حضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة